بسم الله الرحمن الرحيم طلابي وطالبات الصف السابع أصعد الله وأوقاتكم اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو رح أشرح دارس عنوين المواقع الإلكترونية الأهداف يتوقع من الطالب أن يوضح مكتبات عنوان الموقع الإلكتروني URL يطلق على عنوان الموقع الإلكتروني URL هو اختصار لـ Uniform Resource Locked تعريف عنوان الموقع الإلكتروني هي الأداء التي يمكن من خلالها الوصول إلى موقع أو صفحة على شبكة الإنترنت يعني إحنا مس بدنا نوصل لموقع أو صفحة شبكة الإنترنت عن طريق إيش؟ عنوانها طيب لو أنا حكيت لك مس بد أدلك على بيتي رح أحكي لك عنوانه الأردن عمان الهاشم الشمالي خط خمستاش شارع جابر من مبذول عمارة رقم سبعة ورقم شقة واحد مثلا طيب لو يجي ابن جيراننا بدلكم مع بيتها رح تقولكم الأردن عمان الهاشم الشمالي خط خمستاش شارع جابر من مبذول عمارة رقم اتنين رقم الشقة اتنين أنا وياها ما ستشبهنا بايش؟ بالدولة وبالعاصمة وبالمنطقة وبالشارع وبالخط لكن ما تشبهنا بايش؟ بنفس الشقة تمام؟ مكونات عنوان الموقع الالكتروني يتشكل عنوان من مجموعة حقول وكل حق الالو دلالته وقد تشابه عنوان في بعض الحقول لكن لا يمكن ان تشبهها في الحقول كلها ولا يجوز ان يتطابق عنوانا لموقعين مختلفين زي ما حكينا هي ممكن تتشابه بعض الحقول لكن ما بتتشابه بايش بجميع الحقول خلينا نتعرف على مكونات عنوان الموقع الالكتروني هدول مسقاش مكوناتها اله تش تي تي بي هي برتوكول الانترنت الو دبليو دبليو رمز الشبكة العنكوبوتية الام او اي هي اسم الموقع الجي او فيه رمز نوع الموقع الجي او رمز الدولة خلينا نتعرف اول شيء على برتوكول الانترنت الاتش تي تي بي هو مجموعة من القواعد التي تتحكم في الاتصال وتبادل المعلومات بين اجهزة الحاسوب المرتبطة على الشبكة وهي اختصار لهايبر تكست ترانسفير بروتوكول دبليو 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 هي رمز الشبكة العنكوبوتية وهي خدمة تمكن مستخدم الانترنت من نقل واستعراض ملفات تمزج بين النصوص والصوت والصور وحتى الصور المتحركة وهي اختصار الورد وايد ويب الام او اي مسهد اسم الموقع اسم الموقع بدل على الفرد اول جهة اللي بتمتلك هذا الموقع لمن هذا الموقع الجي اوفي هي رمز نوع الموقع ايش مصر رمزه هي ثلاث حروف تدل على طبيعة العمل الجهة المالكة للموقع شايفين مصر عندنا مثلا نوع عمل المؤسسة بالعربي عندنا تعليمية الرمز اديو التجارية قوم مثلا الحكومية قف العسكرية ميل مثلا مؤسسات غير ربحية او ار جي ارغ شبكة اعلامية نت كل واحد مسهد بتكون من ثلاث حروف حسب طبيعة ايش طبيعة المؤسسة العاملة اما رمز الدولة هو عبارة عن حرفين يدلان على رمز الدولة الموجودة فيها الصفحة او الموقع الالكتروني وكل دولة لها رمزها الخاص ومستحيل مستشرك دولتين في رمز واحد يعني الاردن مس جوردان جي او جي او مثلا عندنا الاردن جي او بسعودية اس ا مصر اي جي لبنان مثلا البي مثلا عندنا مس هنا دابليو 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 دات جي دات اديو دات جو مثلا عندنا مثال مس هلا كيف بدأ تنقل بين المواقع على الشبكة واحد عن طريق ادخال العنوان المباشر للموقع تنين الارتباط التشعب ثلاث ادوات صندوق العنوان هلا مس ادخال العنوان المباشر للموقع ايش يعني مس انا اذا بعرف العنوان مس بكتبه في صندوق العنوان في برنامج المستكشف بعدين ايش مضغط على ايش مفتاح انتر الارتباط التشعب مس هي بتحتوي صفحة الانترنت على نصوص مترابطة تربط هذه الصفحة بصفحات اخرى في الموقع نفسه او في موقع اخر فيتحول مؤشر الفارئ الى شكل يد مس يعني الارتباط يعني ان كل صفحة بترتبط بصفحات اخرى لما يتقل مس المؤشر الفارئ شكل يد يعني ايش انه هناك ارتباط تشعب ادوات صندوق العنوان هي مزي ما تعرفنا عليهم للتنقل بين الصفحات السابقة السهم لريح جهة اليمين والصفحات اللاحقة عن طريق الاسهم طي بالدرس الثالث مس يلا مس خلينا نحل اسئلة الدرس السؤال الاول ضع اشارة صح امام العبارة الصحيحة واشارة خطأ امام العبارة الغير صحيحة فيما يأتي الاف بريتوكول الانترنت هو مجموعة من القواعد التي تتحكم في الاتصال وتبادل المعلومات بين اجهزة الحاسوب المرتبطة على الشبكة صح با قد تشابه عنوين مواقع الانترنت في الحقول الجميحة خطأ حكينا مس الا تختلف في حقل من الحقول جي يدل تحول مؤشر الفائدة الى شكل يد على وجود ارتباط تشعبي صح دال يطلق على عنوان الموقع الالكتروني مصطلح HTTB خطأ مس URL ها الموقع www.gu.edu.jo نوعه حكومي خطأ مس تعليمي السؤال الثاني قعد ترتيب الحقول الاتية لتشكيل عنوان موقع الالكتروني صحيح اول اشي لازم يبلش بـ HTTP بعدين www بعدين مس الجهة المالكة بعدين ايش طبيعته بعدين اشتركوا في القناة